السحالي والسلاحف مخلوقات غريبة الشكل بالنسبة للكثيرين وتبدو الكثير من السحالي مهددة بسبب ملمح وجهها ومخالبها وأسنانها عما السلاحف في هذه المخلوقات البطيئة الحركة الثقيلة معظم السلاحف والسحالي في الحقيقة غير ضارة للبشر ولكن هناك فصائل منهم يمكنها أن تقتل أو تجعلك تمرد أو تشعر بألم شديد بعض السحالي سمه وبعضها عنيف جدا هنا نتعرف على عشرة من أخطر السلاحف والسحالي تابعونا والبعض يعتبر هذا العملاقة ذا الشكل الغريب بديلاً للكلب وعلى الرغم من كونها آكلة للعشب فإنها قد تكون غير متوقعة وهي تمتلك أسناناً حادة كالشفرات في مناسبات عديدة وقعت الكثير من الإصابات عندما هوقمت واحدة من هذه الإقوان القوية فقامت بالهجوم على وجه مالكيها وجرحت أيديهم بأسنانها ومخالبها قد يصل وزن الإقوان إلى الثمانية عشر رطلاً وطولها قد يصل إلى أكثر من ستة أقدام مما يجعل التعرض للهجوم من هذه السحلية العملاقة ليس بمزحة على الإطلاق 9- سلحفات المحيط الجلدية الظهر أكبر أنواع السلاحف وقد يصل طولها إلى ثمانية أقدام هذا الحيوان الآكل للعشب هو غالباً أكثر حيوان فقاري متنوع على كوكب الأرض ولكنها أصبحت نادرة وأصبحت في خطر بسبب الصيد والتطور والتلوث إنها ضخمة ولطيفة ولكن يمكنها أن تتسبب في كسر عظامك بعضتها وهي قوية للغاية في حالة غريبة قامت سلحفات من هذا النوع غالباً ما يكون وزنها أكثر من 1500 رطل بالهجوم على قارب صغير وتحطيمه كانت السلحفات للتوهربت من مطاردة مع قرش لذلك كان القارب يمثل لها تهديداً كبيراً 8- سلحفات ماتاماتا أمازون أمريكا الجنوبية معروف بمخلوقاته الغريبة والمرعبة وتتشارك سلحفات الماتاماتا الأنهار مع البيرانيا ودلفن النهر مصير أي شخص أمام هذه السلحفات ليس جيداً بالمرة لأن هذه السلحفات الغريبة تمتلك رقبة طويلة تشبه رقبة الثعبان وثمن غريباً به شفرتان حادتان تشبه أسنان البشر يتغذى هذا المخلوق الغريب على كائنات مختلفة مثل طيور الماء والأسماك وزواحف أخرى تخيل أن تقترب القوارب من هذه السلحفات 7- السلحفات الكبيرة الرأس فصيل غريب من نوعه يعيش في مستوطنات بذيل طويل يشبه الثعبان تقريباً طوله يعادل طول جسم السلحفات موطن هذه السلحفات جنوب شرق آسيا تتغذى على مجموعة واسعة من الفرائس في الأنهار هذه الرأس الكبيرة لا تدخل إلى الصدفة تمتلك هذه السلحفات فكاً قوياً جداً ولن تتردد في استخدام هذا الفك المحطم للعظام إذا شعرت بالخطر لذلك من الأفضل أن تترك مسافة بين قماء 6- السلحفات الصينية ذات الصدفة الرخوة تبدو كهجين بين البشر والسلحفات خارج من فيلم رعب هذه السلحفات ذات الصدفة الرخوة ولكن تمتلك عضة قوية جداً من بين كل الفصائل السلحفات الرخوة الصدفة فإن النوع الصينية منها هو الأخطر تختبئ في الرمال وتنتظر الفريسة قبل أن تهجم عليها بأسنانها الحادة قوة حجم العضة قد يؤدي إلى إصابات شديدة لكن هذا النوع معرض حالياً للخطر إلا أن هناك أنواع أخرى مثل نوع سلحفات فلوريدا ذات الصدفة الرخوة منتشرة بصورة كبيرة هذه السحلية تتشارك نهر النيل وأنهار أخرى مع التماسيح تنمو ليصل طولها إلى تسعة أقدام تتغذى على التماسيح الصغيرة والثديات والطيور وتمتلك عضة قوية جداً وعندما تشعر بالخطر من ناحية البشر أو أي مصدر تهديد آخر فهي تستخدم عضتها القوية المحطمة للعظام تباع كحيوان أليف ولكن يجب على المالكين الحذر بسبب تقارير عن إصابات شديدة بسببها ويمكنها قدم رقبة قطة في ثوان معدودة وابطلعها دفعة واحدة يجب على الأطفال الابتعاد عن تلك السلحفة لأنها قد تمثل خطراً كبيراً عليهم أكبر سحلية في أمريكا الشمالية طولها قدمان وهي السحلية الوحيدة السابة إنها معرضة للانقراض وهناك قوانين لحمايتها ولكن عامة اقتراب البشر منها يعرض حياتهم للخطر فعندما تتوتر تتسلل أسفل أرجل أو أذرع الضحية ومن ثم تطبق عليها بأسنانها مطلقة سماً عصبياً شديداً وقد وقعت الكثير من الوفيات قبل أن ينتشر الوعي حول مخطرها وأصبحت خيارات العلاج معروفة إنها لا تدخل السم فقط بل تقدم قطعة اللحم تاركة الباقي غارقاً في السم إذا واجهتك قم بإغراقها داخل الماء حيث قد ترتخي قبطتها وتتركك إنها ثاني أثقل سحلية في العالم وتعيش في البحيرات والمستنقعات العميقة الموجودة في جنوب شرق آسيا السحلية لديها أسنان عكسية منحنية ويعرف عنها أنها تتغذى على الجثث إذا قفز جسم بشري إلى الماء يتواجد به مجموعة من السحال فمن الممكن أن تستيقظ حاسة الصيد عندها وتهجم عليه يمكنها التغذي على مجموعة واسعة من الحيوانات وتواجه مشكلات قليلة مع الفرائس الكبيرة وزنها يزيد أحياناً عن 150 رطلاً وطولها قد يصل إلى 9 أقدام ونصف اثنان سلحفات القاطور النهاشة أكبر سلحفات مياه عذبة والأخطر وزنها يصل إلى 200 رطلاً وهذه السلحفات الغريبة لديها صدفة تشبه صدفة الديناسور ومنقار ضخم يمكنه أن يحطم أي شيء يقترب منها يمكنها تحطيم لوح خشبي بسرعة البرق إذا اقترب منها شخص يمكن بسهولة أن يخسر جزءاً من قدمه وعلى الرغم من أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لكن قد يكون حدث غرق لم يتم تحديده هناك تقرير نظري عن أن واحدة من هذه السلاحف وصلت لوزن 400 رطلاً وهو منطقي بسبب نموها المستمر طوال دورة حياتها والتي تستمر لمائتي عام يعيش هذا التنين في غابات الأراضي المنخفضة والشواطئ وهضاب أندونيسيا وهو يمثل خطراً لكل كائن حي كمفترس من قبل التاريخ وحش بطول عشرة أقدام وثلاثمائة رطل وزناً إنه أكبر سحلية على كوكب الأرض يشعرك بقدرته على إنشاء عالم تحكمه الزواحف تتغذى الكومودو على الزواحف الكبيرة مثل جاموس الماء وقامت بالهجوم على البشر وتقطيع أطرافهم والتغذي عليها تهجم على الفريسة وتسقطها وتقدم منها قدمة لحم كبيرة جداً لعابها السم والبكتريا الموجودة في فمها تضعف الفريسة التي تموت على الفور أمامها وقد وجد العلماء أن الكومودو طورت غريزة التغذي على الأفيال التي تعاني التقزم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أي من هذه المخلوقات كان الأخطر بالنسبة لك؟ اكتب لنا في التعليقات أسفل الفيديو شكراً لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة نراكم في مقطع مقبل إلى اللقاء شكراً لكم على المشاهدة